قانون سنل الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام جميعا الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام جميعا في نقطة واحدة وفي مستوى واحد ويسمى قانون الانكسار نحاول نغير من زاوية السقوط للزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام ثم نعين زاوية الانكسار في كل مرة فالشعاع الساقط عمودي لا ينكسر ولا يعاني اي انكسار السبب يرجع الى ان الشعاع الساقط عمودي اي زاوية السقوط تساوي صفر فتكون زاوية الانكسار ايضا تساوي صفر اذا لا يعاني اي انكسار حسب قانون سنل اذا الشعاع العمودي لا يعاني اي انكسار نحاول نغير من زاوية السقوط ونعين زاوية السقوط عشر درجات ثم نعين زاوية الانكسار خمسة ونص درجة نحاول نغير من زاوية السقوط ونجعل زاوية السقوط عشر عشر درجات الزاوية المحصولة الشعاع الساقط والعمود المقام ثم نعين زاوية الانكسار زاوية السقوط عشرين زاوية الانكسار خمسة عشر ونص ثم نغير زاوية السقوط وليكن تلاتين درجة ونعين زاوية الانكسار تسعتاشر ونص درجة عندما تكون زاوية السقوط أربعين درجة نعين زاوية الانكسار تلاحظني خمسة وعشرين درجة ونص نغير زاوية السقوط بهذا تصبح زاوية السقوط تمانين درجة ونعين زاوية الانكسار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر